وكيف ترى الوضع الإنساني فيه؟ يعني أولاً أنا بشكر حضرتك على تخصيص الحلقة ليه مش بس وضع إنساني وعلى كمان الجهود الحقوقية اللي بتتكامل مع جهود الدولة فيما تعلق بمصر وعلى مستوى العالم فيما تعلق بضمن حقوق الإنسان اللي حصل في غزة أولاً هو في الحقيقة ما يمكن أن نطلق عليه أسوأ جريمة حرب تحدث منذ الحرب العالمية الثانية يعني كم التدمير والانتقام الجماعي كله جرائم حربي يعني من اللحظة الأولى كل الكلام الفارغي اللي تقال حوالين إن إسرائيل بتدفع عن نفسها كذا مصر هدته بكلمة ومصبات دولية قارت أنه حتى رد الفعل لا يتنسب إطلاقاً مع الفعل فما حدث هي جرائم حربي المشكلة كانت أنه في الأول كان الرأي العام الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الغربي عموماً وطبعاً الحكومات قبل الرأي العام بتاعها تقريباً أظهروا انحياز يعني برضو حاجة ما تشافتش من الحرب العالمية لأنه في الحرب العالمية كان واضح نسمع صحيح ما حصلت هذا فده اتقابل برد فعل حقيقي من المنظمات الحققية المصرية والعربية والإقليمية والدولية بالتحديد وأنا بشدد لأنه كمية الجرائم كان لا يمكن سكوت عنها لا طبعاً مش بس لا يمكن سكوت عنها لا يمكن سكوت عنها ولا تبريرها ولا إيجاد مخارج ليها لسببين أولاً لأنها بقت منقولة بصوته الشرع عالم كله لكن الأهم أن المجرم في هذه الجرائم مش بس بيرتكب الجريمة ده بيصر ويتباهى بهذا النوع من الجرائم هندمر هنقصر هنعمل هنقطع ففي الحقيقة حصل متغيرين المتغير الأول أنه وأنا هنا ممكن أتكلم عن الحركة الحقيقية الدولية حتى لأول مرة يبقى فيه استفاف حقيقي على قضية كبيرة ما فيش عليها الخلاف هل ما يحدث في غزة هو رد فعل لعملية حماس في أكتوبر 7 أكتوبر ولا هو عملية انتقامية مخططة مخططة فكل المجتمع الحقوقي الدولي قال أنها عملية مخططة هدفها دفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم وإلى تهجيرهم أسوى بحلال 47 و46 و48 و49 بعد كده ثم الاستلاء على هذه الأراضي فكانت ردد فعل من نظمات الحقوقية مذهل أنا أقدر أقول لحدك حاجة أنا اشتغلت كتير بس أول مرة أشوف رد الفعل الدولي والمحلي بالشكل ده أنا عايز أقول لحد لكن دي كمان الحاجة التانية أنه الأول مرة يحصل يمكن أن نطلق عليه تماهي سميه تساند بين المواقف الرسمية العربية المصرية الأردنية وبين المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية ده أول مرة آه بهذا الشكل آه أول مرة أشوفها لأننا في العادة أنا بجي أقول إيه والله هي أنا مش هارف أبط على واحد أنا موافق بس تعمله محاكمة عادلة بتاعه لا المرة دي كل المطالب المصرية صحيح كانت أساسية مش هايزين تهجير هندخل مساعدات اللي بيحصل جرائم حرب فأنا بفتكر أن دي كانت أول مرة آه أرض